موسيقى أهلا وسهلا نحن متواجدون الآن في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص دويئة لعاقة وهي المؤسسة الوطنية الوحيدة المعنية بمتابعة الأشخاص دويئة لعاقة في الأردن وأيضا المناطة بالعديد من المهام ورسم والتخطيط الاستراتيجيات والتعاون أيضا مع المؤسسات الأخرى نرحب بأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص دويئة لعاقة أهلا وسهلا دكتور حياكم الله أهلا وسهلا فيك يعني دكتور بداية إحنا متحدث عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص دويئة لعاقة ولكن نتحدث بالبداية عن واقع لعاقة في الأردن واقع لعاقة في الأردن يعني يدلل عليه مؤشرات عدة إذا أخذنا أولها وأهمها وهو المؤشر الرقمي فالأردن من الدول العربية القليلة التي اعتمدت عام 2015 في تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة ما يسمى بأسئلة مجموعة واشنطن وهي أسئلة تظهر حقيقة الإعاقة بمختلف أنواعها بناء على هذه الأسئلة ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة في ذلك العام وجدنا أن نسبة الإعاقة في الأردن للبالغين خمس سنوات فما فوق 11.2% من إجمال عدد سكان المملكة إذن نحن نتحدث عن قطاع عريض من الأشخاص ذوي الإعاقة ما أنجز كثير لكن هناك حزمة من التحديات المتراكمة كانت على مدار عقود بعضها يتعلق بالتعليم وبعضها بالعمل وبعضها بالتقبل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة